موسيقى موسيقى الأخوة المشاهدين دامت أوقاتكم بصحة وسلامة وعافية إن شاء الله ونحييكم في برنامجكم برنامج وسم وما زال الحديث مستمر مع أخونا وحبيبنا الغالي أبو عبد الله ودائما نحاول نختار بعض القصص و بعض الأشعار و بعض المواقف اللي يعني فيها عبرة و فيها موعظة و فيها حتى أنس الجميع وكل إن شاء الله يستفيد منها فنحييك يا أبو عبد الله الله يحييك يا أهلا و يا مرحبا فيك الحمد لله حمد لله حمد لله الله يحفظك و يسلمك حنا اليوم يا أبو عبد الله نبي نسمع منك القصائد القصيدة أعجبتك نعم كنت من المهتمين في الأداب و في الشعر الله يرضى عليك يعني نبي نسمع بعض القصائد و القصيدة التي أنت اليوم تتكلم عنها أول شيء أنا أرحب فيك أخوي أبو مطلق و أرحب أيضا بالأخوة المشاهدين يا أهلا و يا مرحبا فيكم طبعا كل إنسان مهتم في الأدب و أيضا أنت أخوي أبو مطلق لو أني أقول لك يا أبو مطلق أعطيك ورقة و قلم أو مجموعة أوراق و أقول لك اكتب لي الأبيات اللي لقيتها في حياتك من خلال اطلاعك و معرفتك و أعجبتك كونك مطلع على الأدب و عارف فيقينا أنك راح تدون بعض هذه القصائد و الأبيات أيضا الشعراء في الحقيقة عدد من الشعراء و الأدباء و المهتمين وجدوا في التراث الإنساني مجموعة من الأبيات و القصائد اللي تلامس شغافهم تتحدث عن مبادئهم تتحدث فيها حكمة من حكم الحياة و الإنسان قبيل مفارقته للحياة إذا عرف أن هذه اللحظات الأخيرة التي يعيش فيها يعني خلاص يعصر نفسه و يدون خلاصة خلاصة الخلاصة من تجربة حياته القصيدة اللي اليوم أنا أتكلم عنها هي من وحي هذه المقدمة اللي أنا قلت لك إياها الآن طبعا في السابق كان فيه هناك يعني في تاريخ الشعر فيه هناك شعراء مروا في لحظات شارفوا على نهاية حياتهم ففي هذه اللحظة كتب قصيدة سبحان الله سبحان الذي أنطقه فكتب قصيدة يتكلم ما هي مشاعر الإنسان قبل مغادرته للوجود شين الأفكار اللي يفكر فيها الأشياء اللي زاحمت عقله يعني عايش أربعين خمسين ثمانين عام هالثمانين عام شنو خلاصتها خلاصتها في أربعين عشرين بيت دوّنها في حياته كان منهم الشاعر مالك بن الريب ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضاء أزجي القلاصة النواجية فليت الغضاء لم يقطع الركب عرضه وليت الغضاء ماشى الركابة ليالية لقد كان في أهل الغضاء لو دن الغضاء مزار ولكن الغضاء ليس دانية قرصها العقرب وهو مع ربعة كان ملتحق في جيش أباني بن عثماني بن عفان وهو في الصحراء مع رفيجة توفه حتى أنه يتكلم عن الأشقر الخنذيذ وهو الحصان صاحب الذي كان في صحبته دائما يلقى على ظهره ويرتحل فيه فيقول وَأَشْقَرَ خِنذِيذٍ يَجُرُّ عِنَانَهُ إِلَى الْمَاءِ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ الْمَوْتُ سَاقِيَا و يتذكر أهله و أمه و زوجته وَبِالرَّمْلِ مِنِّي نِسْوَةٌ لَوْ شَهِدْنَنِي بَكَيْنَ وَفَدَّيْنَ الطَّبِيبَ الْمُدَاوِيَةِ فَمِنْهُنَّ أُمِّي وَابْنَتَاهَا وَخَالَتِي وَبَاكِيَةٌ أُخْرَةٌ تُهِيجُ الْبَوَاكِيَةٌ من هذه الباكية الأخرى؟ زوجته وباكية أخرى تُهيجُ البواكية فإذن هذه قصيدة أنا طبعاً ليس هذه القصيدة التي أتكلم عنها قصيدة أخرى و زي أنك أشرت لها باب الإشارة أن هناك شعراء في الحقيقة يتكلمون عن مشاعر الإنسان في مثل هذه اللحظة ماذا يفكر فيه؟ يفكر في علاقاته يفكر في أشياء تركها ما كملها يفكر في ناس أساءلهم مدة أن يكون ما أساءلهم خواطر الإنسان قبل وفاته كان من ضمنهم أحد الشعراء في العهود الغابرة بسبب فساد الحياة في زمنه اتهم اتهامات باطلة و قطوه في السجن و حكمه عليه زوراً و بهتاناً بالإعدام و هو ما سوى شيء لكن اتهامات كانت باطلة فصاحبنا هذا كتب قصيدة في مشاعره و هو لابس البدلة الحمراء في الليلة الأخيرة من حياته الله الليلة الأخيرة علشان تريد اسم القصيدة رسالة في ليلة التنفيذ تنفيذ الإعدام رسالة في ليلة التنفيذ و المشاعر غريبة يوجه الرسالة حق أبوه على قيد الحياة و أمه على قيد الحياة طبعاً هذه القصيدة للعلم كنا ندرسها كانت مقررة علينا في مناهجنا في اللغة العربية للعلم مناهج الكويت كانت مقررة هذه القصيدة أيام لما كنت في الثانوي في السابق طبعاً أريد أن أتكلم بالقصيدة و فحواها لكن يمكن أن هذا الوقت همنا نعم لابد أصلاً لا نحب أن نقطع الأبيات الجميلة لابد نسمع المتصلة بإذن الله فاصل إن شاء الله بسيط و نعاود إن شاء الله ما تبقى من هذه الحلقة إن شاء الله نحيكم الأخوة المشاهدين من جديد و ما زلنا نتحدث مع أخونا أبو عبد الله عن القصة هذه صراحة جميلة و أبيات أيضاً جميلة و كان عندنا فاصل بسيط و الحمد لله رجعنا بعد الفاصل و نسمع الآن بحديث إن شاء الله سياه بمتصل مع بعض البعض الله يرضى عليك أخي ممطلق أنا الذي يجرني لهذا الحوار و إلى أن أجيب مثل هذه القصائد من محفوظاتي القديمة و التي لها معزة عندي حلقتنا هذه عن القصائد التي أعجبتنا أكيد أنت عندك قصائد أعجبتك و أي باحث في التراث على فكرة حتى كبار السن في السابق البسطاء كانت لهم مختارات أنا أذكر التقيت مع أشاي بسوري فاضل كان معانا في العمل في السابق و هو من الخمسينات كان بالكويت فأغو يقول لا أحترق قلبي على شيء كثر ما أني انزعجت عندما ضاع مني دفتر صغير كنت أدون في أبيات الشعر العربية الحكمة أبيات الحكمة الذي أعجبته الذي أعجبته مع أن إنسان تعليم بسيط لكن سبحان الله كل إنسان لاحق مثل خالدة في الحياة و مكتسباتها من ضمن هذه القصائد التي أنا شخصيا أعجبتني لدي مجموعة من القصائد الحمد لله لكن هذه من القصائد التي أذكر لما كنت في السابق مؤذن في المسجد و أنا صغير كنت أكرر هذه الأبيات أقولها وأنا أمشي في المسجد أتمشي في المسجد وأكرر هذه الأبيات حتى حفظت القصيدة كاملة و هي قصيدة طويلة الشاعر مثل ما قلنا بسبب فساد الحياة في العهود الغابرة انحكم على زورا و بغتانا بالسجن و بعدين لفقوا عليه بعض التهم و حكموا عليه بالإعدام فلبسوا البدل الحمرة في الليلة الأخيرة في ليلة تنفيذ الحكم تسابقت الخواطر إلى ذهنه و إلى عقله و إحتار ما يدري وجه الرسالة حق أمه و حق أبوه فوجهها حق أبوه ما وجهها حق أمه لكن هناك رسالة مبطنة داخل حق الأم حملها الأب خايف على مشاعر أمه إنه يواجهها بالمخاطبة نعم مراعاة للمشاعر مراعاة للمشاعر ما كلم الأم مباشرة حمل الأب الرسالة إلى الأم إشفاقا على مشاعرها فيقول أبتاه ماذا قد يخط مناني و الحبل و الجلاد ينتظران هذا الكتاب إليك من زنزانة مقرورة صخرية الجدران لم تبق إلا ليلة أحيا بها و أحس أن ظلامها أكفان ستمر يا أبتاه لست أشك في هذا و تحمل بعدها جثماني و الليل من حولي هدوء قاتل و الذكريات تموه في وجداني و يهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن الله يعني اللي يؤنس في هذه اللحظة آيات القاتلة شوية آيات تخلي يتماسك نفسيا روعة القرآن و بلاغته و جماله ثم يقول و على الجدار الصلب نافذة بها معنى الحياة غليظة القطبان قد طالما شارفتها متأملا ما في قلوب الناس من غلياني إلى أن يقول بعض النقاد وقف في هذه القصيدة الطويلة عند بيت من أبياتها قالوا سبحان الذي ألهمه هذا التصوير يعني تخيل صمت قاتل صخة مزعجة و قاعد في الليلة الأخيرة ما بينه وبين حبل المشنقة إلا سويعات شو ما شاعره؟ ايه يعني؟ فيقول والصمت يقطعه رنين سلاسل عبثت بهن أصابع السجان ما بين آولة تمر وأختها يرنو إلي بمقلتي شيطان إلى أن يقول قال أبتاه إن طلع الصباح على الدنى وأضاء نور الصبح كل مكاني واستقبل العصفور بين غصونه يوما جديدا مشرق الألوان الأمان أبو عبدالله أبيات صراحة جميلة جدا الله يرضى عليك ما زلنا بعدين بنسمع أكثر نعم الله يرضى عليك والله هذه فرصة سعيدة المجلس معاك بس يخلي الواحد يستذر بمثل هذه الأبيات و بمحفوظاته الجلوس مع الشعراء والأدباء والناس أهل التراث والتي تقدر قيمة مثل هذه الأبيات يعني غنيمة في الحقيقة الله عزك المهم يقول الشاعر أبتاه إن طلع الصباح على الدنى وأضاء نور الصبح كل مكاني واستقبل العصفور بين غصونه يوما جديدا مشرق الألوان و سمعت أنغام التفاؤل ثرة تجري على فم بائع الألباني وأتى يدق كما تعود بابنا سيدق باب السجن جلادان الله وأكون بعده نيهة متأرجحا للحبل مشدودا إلى العيدان ليكن عزاؤك أن هذا الحبل ما نسجته في هذه الربوع يداني نسجوه في بلد يشع حضارة وتضاء منه مشاعر الإرفاني أو هكذا زعموا وجيء به إلى بلد الجريح على يد الأعواني الله و إذا سمعت نشيج أمي هذه الرسالة المحملة إلى الأم و إذا سمعت نشيج أمي في الدجا تبكي شبابا ضاعف الريعاني و تكتم الحسرات بين ضلوعها ألا من تواريه عن الجيراني فاطلب إليها الصفح عني إنني لا أبتغي منها سوى الغفراني لا زال في سمعي رنين حديثها و مقالها في رحمة و حلالي أبني إني قد غدوت عليلة لم يبقى بي جلد على الأحزاني فأذق فؤادي فرحة بالبحث عن بنت الحلالي و دعك من عصياني الله كانت لها أمنية ريانة يا حسن آمان لها و آماني غزلت خيوط السعد مخضلا و لم يكن انتقاض الغزل في الحسباني و الآن لا أدري بأي جوانح ستبيت بعدي أم بأي جناني هذا الذي سطرته لك يا أبي بعض الذي يجري بفكر عاني لكن إذا انتصر الضياء و مزقت بيد الجموع شريعة القرصاني فلسوف يذكرني و يكبر همتي من كان في بلدي حليفة هواني فإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام و الميزان الله قصيدة خلوم مطلع جميلة عذبة حتى تناولت عدة أفكار جدا فيها أفكار مثل ما تفضلت كثيرة جزاهم الله خير في الحقيقة القائمين على مناهج اللغة العربية في وزارة التربية سابقا صراحة على إقرار مثل هذه القصائد المفيدة ذات المعاني الوجدانية الحية النابضة بالحياة و الواقعية و القوية و المؤثرة الله سلمك يا أبو عبد الله و نقول الله فضفوك الله يغضى عليك الله تسلم يا أبو عبد الله و نصلنا إلى نهاية حلقتنا و بإذن الله نتواصل مع أخواننا و مشاهدين في حلقات قادمة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة